موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم نبدأها مع صحيفة الفورين بوليسي التي نشرت مقالاً بعنوان مشكلة الحرب التوكيلية قالت فيه في سوريا فإن القياس على كل من البسنة والعراق يجب أن يؤدي إلى فهم أكبر لمشكلة الحرب التوكيلية في الحروب الأهلية الحديثة غالباً ما يتم تصور الحرب الأهلية بشكل خاطئ على أنه صراع بين وفقط بين طرفين داخل الدولة في الواقع الحروب الأهلية الحديثة غالباً ما تحصل على الدعم من خلال متنافسين خارجيين يستخدمون وكلاء داخليين كجزء من صراع إقليمي أو حتى عالمي أوسع طالما أن بوسع الأطراف الخارجية تدخل فإن المتمردين التواقين للقتال عادة ما يكون لديهم صعوبات محدودة في الاتصال مع الأطراف الخارجية الداعمة التي ترغب في تزويدهم بالمال والسلاح ولا يجب أن تكون هذه الأسلحة متطورة أو بحاجة إلى التدريب على استخدامها لأن المتمردين يمتلكون قذائف صاروخية وإيكي 47 وعبوات ناسفة تشكل تهديداً كبيراً حتى على الجيوش الغربية التي تحاول التدخل لحفظ النظام هذه الأسلحة ربما لا تكون كافية لتحقيق نصر حاسم ولكنها كافية للحفاظ على حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار وطالما أن الداعمين الخارجيين مستمرون في تقديم السلاح والمال فإن المتمردين سوف يبقون متحفزين ويمكن أن يستمر الصراع إلى ما لا نهاية ما يظهره التاريخ في البوسنة والعراق والعديد من المناطق الأخرى هو أن تدخلاً أمريكياً أو غربياً فعالاً بحاجة إلى فهم بأن مشكلة الحرب التوكيلية الحديثة هي أمر متكرر في الحروب الأهلية الحديثة وهذا هو سبب أهمية حالة البوسنة هنا الدرس المستفاد من البوسنة هو أن تدخل الولايات المتحدة كان يمكن أن ينجح في إيقاف الحرب الأهلية العنيفة ولكن فقط بعد أن يقفت داعمون الخارجيون المتنافسون على الحياد سواء عسكرياً أو دبلوماسياً في البوسنة عملت كل من صربيا وكرواتيا كداعمين خارجيين نجاح استراتيجية الولايات المتحدة اعتمد في المقام الأول على التوصل إلى اتفاق مع كرواتيا ومن ثم فصل صربيا عن عملائها صرب البوسنة حصل ذلك بشكل رئيس من خلال تدريب الجيش الكرواتي ومساعدته على استعراض قدرته على استعادة كرايين في كرواتيا وعلى تهديد أكبر مدينة محاصرة من خبل الصرب في البوسنة ننتقل الآن إلى وكالة رويترز التي نشرت تحليلاً إخبارياً بعنوان هل تمثل سوريا خطراً مباشراً على أمريكا في الوقت الحالي؟ قالت فيه على مدى الأسبوعين الماضيين لمح مسؤول إدارة رئيس الأمريكي باراك أوباما إلى أن أسوأ السيناريوها تتبلور حالياً في سوريا فمحادثات السلام متوقفة فعلياً فيما فوت بشار الأسد الذي اكتسب جرأة بدافع من التطورات الأخيرة على الأرض مهلتين لتسليم أكثر أسلحته الكيموية فتكاً وأبلغ مدير المخابرات الوطنية جيمس آر كلابر أعضاء الكونغريس الأسبوع الماضي أن جبهة النصرة لديها تطلعات لشن هجمات في الوطن يقول منتقد سياسة أوباما في سوريا بأنه لا شيء من تلك الأمور يجب أن يشكل مفاجأة فمنذ سنوات توقعوا أن الأسد وداعميه الإيرانيين والروس سيقاتلون بضراوة وأن المتشددين سيتدفقون إلى سوريا وأن المنطقة ستمر بحالة من عدم الاستقرار بسبب تدفق اللاجئين وتنمي نزعة الطائفية وعودة المقاتلين الذين تحولوا إلى التشدد إلى بلادهم وقال كلابر في شهادته الأسبوع قبل الماضي أن وكالات المخابرات الأمريكية التقطت إشارات على وجود مجمعات تدريب داخل سوريا لتدريب الأشخاص على العودة إلى بلادهم وارتكاب أعمال إرهابية لذلك فهذا مبعث قلق كبير وقرى ستيفن أيكوك خبير شؤون الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية بأن الأسد والمتشددين كليهما يزداد قوة لكنه دافع عن قرار الإدارة ألا تتدخل فيما وصفه بالحرب الأهلية بالوكالة وقال كوك إن الطريقة المثلأة التي ترد بها واشنطن على زيادة التشدد في سوريا تكون عن طريق الحلفاء في المنطقة وليس من خلال العمل الأمريكي المباشر وقال خبراء أن السؤال المحوري المتعلق بسوريا لا يزال موضع خلاف في واشنطن ألا وهو؟ هل تمثل سوريا الآن تهديدا مباشرا للأمن القومي للولايات المتحدة؟ يقول شادي حامد الخبير العسكري الذي دعا إلى تدخل من قبل إنها كذلك وأضاف حامد هم يقولون الآن إن المقاتلين سيتدربون في سوريا ويعودون إلى الولايات المتحدة لا نستطيع التظاهر بأنه ليس هناك أثر لذلك على مصالح الأمن القومي الأمريكي ويتفق كوكو بونسي على أن التهديد يزداد لكنهما يقولان إن على الإدارة أن تطور أولا نهجا متماسكا تجاه سوريا مع حلفائها الإقليميين وتظهر استطلاعات الرأي العام في أمريكا معارضة كاسحة لمشاركة أمريكية أكبر بما في ذلك تسليح المعارضة المعتدلة يقول خبراء إن أحد السيناريوهات يمكن أن يغير موقف واشنطن وهو أن يضرب متشددون يعملون انطلاقا من سوريا الأراضي الأمريكية وإلى أن يحدث ذلك فمن غير المرجح أن تغير المذابح في سوريا ومصر والشرق الأوسط فوأن كانت محدودة أو واسعة النطاق أن تغير الحسابات السياسية لواشنطن حديث الصحافة مستمر معكم وننتقل الآن إلى موقع سكاي نيوز عربية حيث نشرت مقالة للكاتب أحمد مصطفى بعنوان أقليات لا أغلبيات قال فيه قبل فترة كتبت هنا عن بروز الجماعات كبديل للدول في المنطقة وربما في العالم وذلك مع تراجع مقومات الدولة الأمة التي ترتكز أساسا على طبقة وسطى قوية تؤدي خصائصها الإجتماعية السياسية إلى التقليل من شأن التباينات العرقية والمذهبية فيها مع تراجع الأيديولوجيات الكبرى وبداية التحول في شكل الدولة بنهاية سبعينيات القرن الماضي برزت الجماعات كمكون بارز في ساحة علاقات البشر وغلبت تلك الجماعات على أساس ديني في سياق التصور الفكري قائل بأن القرن الحادي والعشرين هو قرن الدين ومن العوامل التي كادت تذوب في فترة نمو الطبقة الوسطى في القرنين التاسع عشر والعشرين يأتي العرق الإثنية بعد الدين مباشرة ثم عوامل أخرى قبلية وفئوية في فترة الميوعات تلك التي تنتقل فيها البشرية من مرحلة كبرى إلى مرحلة جديدة تصبح كلاسيكيات نظرية علم الاجتماع السياسي غير قادرة على تفسير تطورات علاقات الجماعات البشرية وإذا كانت ملاحظة بروز دور الجماعات على حساب الدول واضحة منذ الثمانيات في القرن الماضي فإن بالتوازي معها هناك بروز أيضا للقوميات المقموعة والمقبورة ما قبل قرون قليلة وهذا ما يشير إلى ملاحظة أخرى لا تقل أهمية وهي بروز الأقليات على حساب الأغلبية وكما يتراجع تيار السائد في السياسة داخل الدول الديمقراطيات الراسخة لصالح التوجهات المتشددة والمتطرفة يمينا ويسارا تعاود الأقليات البروز على حساب الأغلبيات رغم انتفاضة الأكراد في بداية تسعينيات القرن الماضي في العراق إلا أن طموحهم السياسي القومي لم يتعزز إلا بعد غزو واحتلال العراق وأصبح إقليم كردستان كأنه بداية تحقيق حلم كردي انتدى قرون ودخلت الحكومة التركية في مفاوضات مع الأكراد بغية منحهم مزيدا من الحقوق وإن كان في إطار الدولة التركية ورغم أن ما يجري في سوريا يبدو وكأنه يعزز إمكانية حصول أكراد سوريا على مكاسب لكن الخلافات الكردية الكردية والعوامل الإقليمية والدولية ما زلت لا تسمح بتطور الحلم الكردي إلى واقع إنما المهم هو معاودة غروز قضية تلك الأقلية التي توزعت بلاد الترك والعرب والفرس لزمان طويل تذكرني ذلك بالآية الكريمة في سورة الحج ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا وفي تفسيرها أن من يتقدم في العمر من البشر يعود تدريجيا إلى خصال الطفولة وهكذا البشرية كلها تكاد تكون دخلت مرحلة الشيخوخة الحضارية فتعود إلى خصال سابقة على مراحل التطور الكبرى من بروز للأقليات والتباينات الدينية والعرقية الأصولية وربما حتى القبلية البدائية ننتقل الآن إلى جريدة السفير حيث كتب سمير العيصى مقالا بعنوان كسب الطرفان وخسرت سوريا قال فيه انتهت الجولة الأولى من مفاوضات جينيف الثنين جلس وفدان سوريان وجها لوجه ولكن من دون أي تفاوض بل كان كل منهما يخاطب جمهوره وفد النظام من منطق أنه يقارع الأمم المتحدة والدول العظمى ويواجه الإرهاب والوفد الذي اختير من المعارضة يطالب بنقل السلطة كل شحن آلته الإعلامية صحافيون موالون للنظام غفيرون يسائلون القاصي والداني عما فعلته القوى الإقليمية والكبرى ببلدهم وكيف أرسلوا إليها كل إرهابي الدنيا ومعارضة مدعومة بشركات تسويق إعلامية تدين إجرام النظام وتحاول أن تعطي صورة أنها أهل للتفاوض والحكم كسب الطرفان إعلاميا كل منهما عند أنصاره لكن سوريا خسرت فما إن انتهت الجولة حتى توسع قصف النظام للمدن بالبراميل المتفجرة واشتدت المعارك في حين يجري التفاوض هنا وهناك حول مصالحات لا غطاء سياسيا عاما لها قد يكون التركيز على انتقال السلطة ورقة رابحة للمعارضة في الجولة الأولى لكنه طريق مسدود إذا لم تأتي معالجة جدية للتفاصيل في الجولات التالية إذ أن وثيقة جينيف واحد لا تنص عن لقل السلطة للمعارضة بل إلى جسم يتوافق عليه الطرفان فماذا لو لم يأتي هذا التوافق وكيف له أن يأتي إذا كانت الهوة شاسعة على مستوى معالجة الملفات الملحة وحلولها وكلنا يعرف ماذا ينتج عن التعويل على الدول الخارجية ما يهم إذن هو كيفية التحضير للجولات التالية وهناك فرق عمل ضخمة من الدول الداعمة متواجدة في جينيف حول فريق المعارضة الأولى بها أن تساعد على التقدم في هذه التفاصيل فهي التي تمسك بزمام غرف العمليات وبعمليات الإغاثة لمناطق أقصى الشمال والجنوب والأولى بها أن تنصح الفريق المفاوض بأن التوصل إلى تجسيد الحكم الانتقالي لن يحصل إلا إذا توسعت القاعدة السياسية والشعبية لمفاوض المعارضة وأتى المسار التفاوضي بنتائج ملموسة على صعيد المعاناة الشعبية والأبدى أن يعطي الائتلاف وداعمه المثال في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام فهي التي ستعطي المصداقية لعملهم فينبغي على كل القوى التي تحمل المبادئ الأولى للثورة وهم إنقاذ سوريا ينبغي عليها العمل على التكاتف وتوحيد الصف حول مشروع وطني لا بد له من أن يأتي مع جينيف أو من دون جينيف نتابع معكم مشاهدنا الكرام وننتقل الآن إلى موقع الشرق العربي للدراسات حيث نشر زهير سالم مقالا تحت عنوان تقرير على تقرير بن كيمون طرف الصراع في سوريا يسيئون للأطفال قال فيه أنموذج على المؤامرة بن كيمون يدين في تقريره الأممي طرفي الصراع في سوريا ويتهمهما بالإساءة إلى الأطفال يدين الحكومة كما يسميها والمعارضة أو الجيش الحر ويحذر من عواقب التجاوزات التي أصبحت كارثية فيما يقول هو وموظفوه ولم تعط طاق وحين يتأمل المنصفون حجم المؤامرة في هذا العنوان الملفوف والملغوم والذي تتناقله الوكالات وتردده الفضائيات ونسأل كيف من خلال تفاصيل الجريمة المنكرة نجد أن التقرير بل التقارير المتكاثرة تتحدث عن أن الجيش الحر يجند الأطفال ويقصدون من هذه الجريمة أن بعض الشباب دون الثامنة عشر يحملون السلاح ويلتحقون بصفوف آبائهم أو إخوانهم أو يقدمون لهم مساعدات لوجستية وينسى التقرير الذي أصبح إدانة لثورة والثوار هاجسا عند كاتبه أن الذي يدفع هؤلاء إلى هذا العمل هو ما يعيشونه بفعل تخاذل المجتمع الدولي من قهر ومن ظلم ومن غلب لن نلتمس في هذه المخاربة التفسيرية للمخالفة للقانون الإنساني عذرا وإنما سنقرن هذه المخالفة مع سيل الجرائم التي ترتكبها عصابة الأسد لنرى كيف سمح لبانكيمون ضميره إن كان أن يقرن مخالفة كالتي ذكروا بسيل من الجرائم والجنايات فيجمل المخالفة والمجرمة معا في عنوان فهل يمكن أن تقرن بجد أن تقرن بجد ما تقوم به المعارضة مع ما يقوم به بشار الأسد وعصابته من جرائم موثقة عند بانكيمون وكل منظوماته الإنسانية والتي يمكن أن نشر إلى خطوطها العريضة بالجرائم التالية ذبح الأطفال باستكاكين خنق الأطفال بغاز السارين اقتصاب الأطفال في الزنازين بشهادة تقارير حقوقية وإنسانية موثقة قتل الأطفال تحت التعذيب طمر الأطفال تحت أنقاض البرامل المتفجرة والصواريخ البعيدة المدى بقصف الأحياء السكنية على المدنيين الآمنين تجويع الأطفال حتى الموت بحصارهم منع الدواء عن الأطفال وإصابتهم بالعاهات والأمراض الخطيرة ترويع الأطفال بوضعهم في قلب مشاهد القتل والموت والدم والدمار حرمان الأطفال من حقهم في التعليم وتهديم مدارسهم هذه بعض النماذج لجرائم النظام فأي عدل وأي عقل في إشراك طرفي الصراع في عنوان الجريمة كما فعل السيد بانكيمون وأي عدل وأي عقل وأي موضوعية وأي منهجية علمية في هذا التقرير الغريب المريب وهل يظن عاقل أو عالم أن مثل هذا الأمر يخفى على دبلوماسي محنك مثل السيد بانكيمون أم هي الإرادة المريبة والنية الخبيثة والمؤامرة المبيتة وفهمكم كفاية ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط حيث كتب طارق حميد مقالا بعنوان إيران والأسد وجعفر قال فيه في السادس عشر من يناير كانون الثاني الماضي كتبت هنا معلقا على قصة الإرهابي السعودي ماجد الماجد المتهم بتفجير استفارة الإيرانية في بيروت بعنوان الماجد أبو عدس جديد نقلت فيه معلومات من مصادر أمنية عن علاقة الماجد بإيران وتنقله في أراضيها في فترة من الفترات في ذلك المقال نقلت عن المصادر الأمنية ما نصه إن علاقة الماجد بإيران لا تقف عند هذا الحد بل إن من يعرف بزعيم كتائب عبدالله عزام أي الماجد قام بعد تواصله أو التنسيق بينه وبين جهات بإيران مثل شخصين معروفين لجل الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب عربيا وغربيا واسمهما الأول هو جعفر والآخر داود بعد وصوله إلى إيران بالسفر إلى سوريا وذلك حين كان نظام بشار الأسد يتاجر بمقاتل القاعدة لمحاربة الأمريكيين في العراق وهو ما يعرفه الأمريكيون جيدا انتهى الاقتبال هنا قد يقول قائل ما القصة؟ القصة هي أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتهم الآن إيران بدعم طرفي الحرب في سوريا النظام ومتطرفي القاعدة حيث تتهم واشنطن طهران بالسماح لقيادات القاعدة المقيمة بإيران بتسهيل حركة المقاتلين المتطرفين إلى سوريا وباشرت وزارة الخزنة الأمريكية التي وجهت التهم إلى إيران بوضع جعفر الأزبكي العضو الفعال بتنظيم القاعدة على قائمة العقوبات لاستخدامه الأراضي الإيرانية لإرسال المتطرفين إلى سوريا تقول واشنطن إن جعفر جزء من شبكة القاعدة التي تعمل بالأراضي الإيرانية بعلم من السلطات هناك وأن تلك الشبكة التابعة للقاعدة تستخدم إيران قنقطة ترانزيت لإرسال الأموال والمقاتلين لدعم مجموعة القاعدة بسوريا وعليه فإن جزءا من القصة هو أن جعفر الذي أشرنا إليه في مقال السادس عشر من يناير نقلا عن مصادر أمنية هو نفسه جعفر الأزبكي الذي تتهمه واشنطن بتمويل وتسهيل نقل متطرفي القاعدة من الأراضي الإيرانية إلى سوريا الآن والجزء الأكثر أهمية في القصة بالطبع هو أن هذا الاتهام الأمريكي يسلط الضوء مجددا وبشكل جدي على الدور الشرير الذي تلعبه إيران في سوريا من خلال استغلال القاعدة مثل ما حدث في العراق بعد سقوط صدام وإلى الآن وكما يحدث في لبنان وليس من طهران وحدها بل بمساهمة من نظام الأسد أيضا الاتهام الأمريكي يعني أن واشنطن والمجتمع الدولي قد تنبها الآن للأدوار الشريرة التي يلعبها كل من الأسد وإيران باستغلال القاعدة للقول إن الأسد يحارب الإرهاب وهو المخطط الذي تم إحباطه بمؤتمر جينيف أخيرا ولذا فإن السؤال الآن هو هل سيتحرك المجتمع الدولي بقيادة أمريكية بعد اتهام إيران هذا لوقف شلال الدم السوري ولوقف آلة الشر التي تعبث بأرواح السوريين باستخدام القاعدة ومتطرفيها ليس في سوريا وحدها وإنما في كل المنطقة حديث الصحافة مستمر معكم وننتقل الآن إلى موقع أوريانت حيث نشر بسام شهادات مقالا بعنوان بوثين شعبان من أين لك هذه الجرأة؟ قال فيه لم يكن مفاجئا لتصريح بوثين شعبان بعد مؤتمر جينيف اثنين عندما قالت من أين جاء روبرت فورد بالجرأة لتوجه بكلمة للسوريين وأن سر الدبلوماسية السورية هو الإيمان بالله والوطن هل أصاب الزهايمر الدبلوماسية السورية؟ أم أنها تناست من هو روبرت فورد؟ هل نسيت بوثين شعبان أن روبرت فورد هو مدلل النظام السوري؟ وأن النظام هو من جعله مندوبا ساميا على سوريا ففي الوقت الذي كان فيه السوريون لا يستطيعون التحرك بين أحياء دمشق فضلا عن محافظات سوريا كان روبرت فورد يسرح ويمرح بين حما وحمص ودمشق ودرعا وعندما طلب منه عدم التحرك كان الجواب الدبلوماسي أن فورد سفير الولايات المتحدة لسوريا وليس لنظام السوري وأنه لا يتلقى أوامر من نظام الأسد فغاب صوت دبلوماسية النظام السوري وضاع الإيمان بالوطن آنذاك حتى أصبحت الحواجز العسكرية تضرب له التحية وتفتح له كل الطرق هل نسيت شعبان؟ كيف توقفت دبابات نظام الأسد عن اقتحام حماه عندما علمت أن فورد اتجه إليها في زيارة لم تستطع دبلوماسيته أن تمنعه منها؟ هل كان نظام الأسد يستطيع أن يعترض على أي تصرف أو تصريح من فورد؟ من أين لك الجرأة لتهاجم فورد بهذه الطريقة؟ هل نسيت الدبلوماسية السورية؟ كيف سعت بكل ما تملك من علاقات؟ وقدمت القرابين والتنازلات للشيطان الأكبر حتى عاد فورد إلى دمشق بعد الأحداث الصبيانية في مهاجمة السفارات عام 2003 تاريخ الدبلوماسية السورية مليء بالجرأة تجاه أمريكا فجميعنا يذكر كيف كانت جرأة بشار الأسد أمام كوليم باول عند منصاع صاغراً للرغبة الأمريكية وخرج الجيش السوري من لبنان وليس ببعيد عنكم التهديد الأمريكي بضرب قوات نظام في سوريا حتى سلمتم السلاح الكيميائي وقدمتم فروض الطاعة وتاريخ نظام البعث في سوريا حافل بمواقف التخاذل والانصياع أمام الرغبات الأمريكية والشواهد التاريخية أكثر من أن تحفظ أما ما يحدثنا به النظام عن الدبلوماسية والصمود والتحدي والمقاومة والممانعة فإنها كذبة كانت تنطل على السوريين في أيام خلت وأصبح السوريون الآن يعرفون حقيقة كل تلك الشعارات الفارغة وكما يقول المثل السوري خيط بغيرها المسلة ننتقل الآن إلى صحيفة رأيي اليوم التي نشرت مقالاً لعبد الباري عطوان بعنوان أتفهم السعودي الإيراني المخرج الوحيد لوقف الحرب السورية قال فيه وفق الجانبان الحكومة والمعارضة على الذهاب إلى الجولة الثانية من مؤتمر جريب لكن المفاوضات الحقيقية التي يمكن أن تؤدي إلى حل سياسي للأزمة السورية هي تلك التي ستجري بين المملكة العربية السعودية وإيران برعاية أمريكية روسية إيران دولة فاعلة في منطقة الشرق الأوسط وإيران لعبت دوراً بارزاً في عدم سقوط النظام السوري مالياً وعسكرياً فحيفة كوميرسانت الروسية تشفت عن أن جون كيري طرح على سيرجي لابروف أثناء اجتماعيهم على هامش مؤتمر الأمن في مدينة ميونخ تشكيل لجنة خماسية تضم روسيا والولايات المتحدة وكل من إيران وتركيا والسعودية من أجل توصول إلى حل سياسي للصراع في سوريا يقوم أساساً على التفاوض التسويات السياسية للقضايا الإقليمية المعقدة جاءت دائماً عبر اللقاءات والمفاوضات السرية في كام ديفيد وأوسلو وأخيراً الاتفاق النووي الإيراني الولايات المتحدة باتت عاقدة العزم على عدم تدخل عسكرياً في الأزمة السورية حيث أعادت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر فاسكاي التأكيد بأن بلادها لن تغير استراتيجيتها الدبلوماسية في سوريا الحكومة السعودية أدركت أن الحل العسكري من الصعب أن يؤدي إلى إسقاط بشار الأسد ونظامه في ظل الاتفاق الرسمي الروسي الأمريكي ويمكن رصد التغييرات في الموقف السعودي الجديد في النقاط التالية أولاً تخفف حدة العداء السعودي لإيران ثانياً إصدار قوانين صارمة لتجريم السعوديين الذين يذهبون إلى الجهاد في سوريا ومحاكمتهم في حال عودتهم أحياء بسجن من خمسة إلى عشرين عاماً ثالثاً شل حملة شرسة ضد دعاة البارزين الذين يحرضون الشباب السعودي على الجهاد عبر قنوات مملوكة للدولة أو قريبة منها بعقوبة بالسجن ولعل أخذ الأمير بندر إجازة مرضية طويلة الأجل خارج المملكة والمعروفة بعدائه للنظام الإيراني والسوري وحزب الله ما هذا إلى أحد المؤشرات في هذا الصدم جلوس الوفدين السعودي والإيراني على مائدة المفاوضات قد تؤدي إلى حل معظم الأزمات في المنطقة إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم شكراً لحسن متابعتكم لنا لقاء متجدد غداً إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكراً للمشاهدة